تأخذ المدن رمزيتها وتستمد دورها المحوري من نشاط أبنائها وتضحياتهم الجسيمة عبر التاريخ وفي حاضر العراق الحالي وبعد أن ولدت ثورة تشرين تسيدت محافظة ذيقار الموقف وأصبحت مدينة ناصرية عاصمة ثورة تشرين وأم شهدائها ومدار ملاحمها عندما سجلت في عدة أشهر أروع قصص التظاهرات التي تعبر عن الوعي السياسي لأهالي الناصرية ورقيهم الحضاري الثوري وإصرارهم على التغيير رمزية هذه المدينة الثائرة قضت مطجع المنظومة الحاكمة ومن خلفها إيران فأطلقت ميليشياتها ترهب السكان وتقمع المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل الغازية في حملات متتابعة شعواء أدت إلى سقوط مئات شهداء والجرحى بشكل ممنهج وثقته مجازر ساحة الحبوب وجسر زيتون وكلما خف الحراك الثوري قليلا عاد شباب الناصرية ليبعثوا فيه الحياة ويجدد مطالبهم في التغيير الكامل فلم يرضهم تغيير شكلي لمحافظ أو مسؤول مع بقاء مظلة الأحزاب والكتل النموذج المشرف الذي قدمته الناصرية في ثورة تشرين لم يأتي من فراغ بل إن للعمق التاريخي دورا في تكوين المزاج الشعبي العام ففي تاريخ العراق الحديث تميزت الناصرية بتنوع انتماءات أبنائها السياسية ودورهم في رسم ملامح العراق الحديث بالتفاعل مع أبناء المحافظات الأخرى فلذلك حفظ سكان المحافظة تاريخهم واستدعوه بطرق وطنية نبيلة حيرت حكومات الاحتلال فأفردت لها النصيب الأكبر من الميليشيات والأحزاب لتخمد الحراك الثوري كل أدوات القمع لم تفلح في إخماد شعلة ساحة الحبوب فظلت مشتعلة تزيد من عزيمة العراقيين وكما أن في ذيقار انتصف العرب من العجم كذلك في الناصرية ينتصف العراقيون من العملية السياسية الفاسدة